أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي على أن مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تجمعهما شراكة استراتيجية لا سيما مع تخصيص محفظة استثمارية كبيرة لدى البنك لدعم القطاعات المختلفة في مصر جاء ذلك خلال اجتماع مدبولي مع عدد من أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لاستعراض فرص التعاون الممكنة لدعم الأنشطة الاقتصادية المختلفة لا سيما مساندة القطاع الخاص في عدد من القطاعات أهمها قطاع الهيدروجين الأخضر ومكافحة التغيرات المناخية وأضاف رئيس الوزراء أن التمويلات التي خصصها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار للقطاع الخاص لعبت دورا حاسما في تحفيز الأنشطة الاقتصادية وتعزيز الابتكار في مصر